مرحبا يعطيكو العافية معاكو الطالب عاصم الخلايلة من الطلاب دفعة اووردوز في كلية الطب جمع البقاء التطبيقية ان شاء الله في فيديو اليوم رح نشرح عن الفيشيال بونز سبقوا بالفيديو الماضي شرحنا عن الكرينيال بونز وحكينا عن كل عظمة موجودة فيها بالتفصيل ان شاء الله بنفس الطريقة اليوم رح نحكي عن الفيشيال بونز رح ناخد كل عظمة بعظمتها ونشرح عن جميع السيرفيس ماركينز الموجودة عليها لكن قبل ما نبلش خلينا ناخد فكرة عامة عن العظام الموجودة بالسقل السقل زي ما حكينا بتتكون من جزئين اساسيين الاسوسييتد بونز اللي بتتكون من الهايويد بونز والاودتري أوسيكيلز الموجودة بالتمبورال بونز وعددها ستة زي ما حكينا لانه في عنا ثلاثة على كل جهة اللي هم المطرقة والسندان والركاب وايضا في عنا الكرانيوم والفيشيال الكرانيوم شرحناهم بالفيديو الماضي بالفيديو هاد ان شاء الله رح نشراء عن الفيشيال في عنا بالفيشيال 14 عظم واللي هم ماجزيلي بونز نازل بونز انفيرير نازل كونكاي زي غوماتيك بونز لكريمال بونز فومر والمانديبل ان شاء الله رح نحكي عن كل وحدة بشكل مستقل وخلينا ناخد فكرة عامة عن مواقع هاي العظمات بس بديو منكم هون تعرفوا الموقع الرئيسي لكل عظمة عنا النازل بونز موجودة هون هاي وحدة وهي ثنتين اللي هم باللون الزهري وايضا عنا المكزيلا المكزيلا في ناس بيعتبروها عظمة واحدة وفي ناس بيعتبروها عظمتين وهي عبارة عن هاي العظمة الموجودة باللون الأصفر هيا هي المكزيلا هون هنا سوتشر بيفصل لي العظمتين عن بعض وأيضاً في عنا المانديبل المانديبل هي عظمة الحنك الموجودة هون هاي هي المانديبل في عندي الفومر الفومر هي العظمة اللي بتربط لي بين الـ perpendicular plate of ethmoid bone اللي أخذناها بالفيديو الماضي وبين الماكزيلا اللي هي هاي باللون الأصفر كمان عنا الـ inferior nasal conca إذا بتذكروا لما أخرنا الـ nasal conca كان عنا superior و middle و inferior حكيانا الـ inferior هي عبارة عن عظمة مستقلة ما بتتبع للاثمويد bone فهي عظمة مستقلة تتبع للفايشيال بونز يعني هيك بيكون عنا السوبرير والميدل تتبع للكرينيال بونز وخصوصا للإثمويد بون لكن الإنفيرير نازل كونكا تتبع للفايشيال بونز وهي عظمة مستقلة بذاتها في أيضا عنا الزايقوماتيك بونز اللي هي هاي باللون الزهري وباللون النهدي هون هذول العظمتين الصغار يسمهم اللاكريمال بونز أخذ أول عظمة معانا اللي هي النازل بونز small flattened rectangular shaped bones that form the bridge of the nose حكينا إنه النازل بونز هي عبارة عن عظمتين مش عظمة واحدة هاي هم موجودات هون هما عبارة عن عظمتين صغار ومسطحات شكلهم تقريبا زي المستطيل rectangular shaped وبيكونيولي bridge of the nose هذا اسمه bridge of the nose وظيفة ثانية لهم هي providing attachment for a couple of thin muscles of facial expressions النازل بونز هذول يوفروا لي سطح لارتباط المسلز اللي بتعملي facial expressions اللي هي التعابير الوجه في عندي مجموعة من العضلات اسمه expression muscles موجودة في الوجه النازل بونز أحد العظام اللي بترتبط فيها هاي العضلات For those of you who wear glasses they are the bones that form the resting place for the bridge of the glasses عشان تحدد بالضبط موقع النازل بونز إذا البست نظارة منطقة لمس النظارة لجلدك هو موقع النازل بونز هور رح نشوف النازل بون 3D طبعا وين موقع النازل بونز حكينا بتكون bridge of the nose يعني هين بتكون موجودة هون هاي وهاي هذول هما النازل بونز عظمتين منفصلات عن بعض لو نيجي نشوفهم لحالهم هاي النازل بونز من قدام وهي النازل بونز من ورا وهي النازل بونز من الجنب اليمين وهيها من الجنب الاشمال ثاني عظمه معانا هي lacrimal bone paired bones that resemble a fingernail in size and shape lacrimal bones أيضا هي عظمتين مش عظم واحدة والعلماء بيشبوها بالfingernail اللي هو الأظفر هي بتشبه الأظافر بالsize وبالشيب لاحظوا هون إذا تفرجنا عليها من هون بتكون تقريبا زي شكل الأظفر وهي the smallest bones of the face أصغر العظام في الوجه أما بالنسبة للsurface features اللي عليها في عنا أول إشي lacrimal fossa lacrimal fossa هو التجويف اللي موجود هون شو وظيفة lacrimal fossa house is the lacrimal sac a structure that gathers tears يكون عنا هون إشي اسمه lacrimal sac ساك يعني كيس أو كييس شو وظيفة هذا الساك؟ إنه يجمع لي الدموع أما surface feature الثانية the medial surface of the bones is covered with the mucus membrane هاي المنطقة هون medial surface مغطية بغشاء مخاطئ لو نيجي نشوف lacrimal bones 3D اللي بنلاحظ موقعهم إنهم بيكون موجودين هون هاي اللاكريمل الأولى هون بتكون موجودة lacrimal الثانية لو نيجي نشوفهم لحالهم وناخذ واحدة منهم بس بنلاحظ إنه عندي سطحين لل lacrimal bone medial surface اللي هو موجود هون وال lateral surface اللي هو موجود هون حكينا medial surface شو بيكون فيه بيكون عليه mucous membrane يعني غشاء مخاطئ أما lateral surface حكينا houses the lacrimal sac وال lacrimal sac هو الكيس اللي بيخزن الدموع هون بيكون الكيس اللي بيخزن الدموع هون بيكون mucous membrane العظمة الثارثة معنا هي pelatine bones أيضا هي عظمتين مش عظمة واحدة و L shaped شعني L shaped يعني تشبه حرف L هون حرف L وهون حرف L surface features اللي عليها participate in the forming of horizontal plates which separates the nasal cavity from the oral cavity يعني إش اسمه الhorizontal plates الhorizontal plates هي المنطقة الموجودة في سقف الحلق ها هي الhorizontal plates وظيفة الhorizontal plate أنه يفصل لي النازل cavity عن الأورال cavity تجويف الأنفي عن التجويف العيني طبعا البلاتين بونز بتساهم بتشكيل هاذا الhorizontal plate اللي هايها هون هايها البلاتين بونز ثاني إشي the perpendicular plates contribute to the walls of the nasal cavity and orbits إذا منلاحظ هاذا هو ال perpendicular plate من هون بيكون داخل لجوه شو مبين؟ بيساهم لي بتشكيل the walls of the nasal cavity and orbits جدران التجويف الانفي والتجويف العيني لو نيجو نشوف البلاتين بونز 3D عشان نقدر نشوفها لازم نشيل بعض العظمات نشيل هاي العظمة نشيل هاي العظمة هسا بندور على العظمة بتشبه حرف ال L بلاقي إنه معنا غير هاي العظمة اللي موجودة هون تشبه حرف ال L وهي هاي فعلا البلاتين بونز بتاعلنا من هاي الجهة ومن الجهة الثانية ناخد جهة واحدة ونكبرها ونشوف أجزاء حكينا البلاتين بونز تتكون من جزئين أساسيين اللي هما الhorizontal plate اللي هو موجود هون والperpendicular plate اللي موجود هون حكينا وظيفة الhorizontal plate إنه يفصل النازل كافيتي عن الأورال كافيتي أما الperpendicular plate فكان بشكله الوالز العظم الرابع معنا هي الانفيرير نازل كونكا ولأنهم عظمتين نسميهم كونكا الانفيرير نازل كونكا شو وظائف هذول الكونكاي؟ أول وظيفة عندهم هي يعني بتزيد لي المنطقة المغطية بالمخاط في النازل كافيتي عشان نجمع لي جميع الشوائب أو الأغبرة اللي بتدخل عن طريق التنفس الوظيفة الثانية يساعدنا وظيفة مهمة جدا للكونكاي إنها بتعمل لي سويرلينج للأير اللي بيدخل على الرئة شو يعني هذول حكي؟ لما إحنا نتنفس الهوى بصير يلف حوالين النازل كونكا بعدين بيدخل للرئة هذا بيساعد على تقليل ضغط الهوى الداخل على الرئة عشان نتقلل من الضغط الفجائي اللي بينزل عليها وبنفس الوقت أيضا بتعمل لي فلتريشن للهوى اللي بيدخل هم بيحكينا وظيفة خاصة ثالثة فقط للسوبرير نازل كونكاي اللي هي حاسة الشم حاسة الشم متعلقة فقط في السوبرير نازل كونكاي الانفيرير والميدل ما لهم دخل فيها وهم موجودة هي الانفيرير نازل ميتس موجودة هون وهي الانفيرير نازل ميتس كل كونكا في الها ميتس هاي السوبرير ميتس اللي هي موجودة بين السوبرير كونكا والميدل كونكا وهي هي الميدل ميتس الموجودة بين الميدل كونكا والانفيرير كونكا وهي هي الانفيرير ميتس الموجودة تحت الانفيرير كونكا طيب لو نيجي نشوف الانفيرير نازل كونكا 3D بنلاقي ان الانفيرير نازل كونكا موجودة بهذا المكان لازم اول شي نشيل المجزل لاي بنلاقي هاي موجودة هون هاي هي الانفيريير نازل كونكا لو نيجي نشوفها لحالها هيك بيكون شكل الانفيريير نازل كونكا حكينا هي عظمة مستقلة بذاتها ما بتتبع للاثمويد بون هي العظمة السفلية من العظمات الثلاث عشان هيك سمولي اياها انفيريير لو نشوف شكلها من الجنب بنلاحظ انه هون في عنا اشي اسمه الانفيريير نازل ميتس هاي هي الانفيريير نازل ميتس لاحظوا كيف بتكون تحت الانفيريير نازل كونكا او نقدر نحكي بيناتها لو نيجي نشوفها من جميع الجهات في عنا هيك من هون من هون العظمة الخامسة معانا هي الفومر زي ما حكينا بالصورة الاولى انه عظمة الفومر بترتبط بشكل مباشر مع البربنديكولر بلات ها هي الفومر اللي بلون الاخضر وها هي البربنديكولر بلايت البعيد اثمويد بون نازل سيبتم في عنا اشي اسمه النازل سيبتم النازل سيبتم مكونة من مجموعة من العظام والغضاريف ووظيفتها الاساسية انها تفصلي النازل كافيتي التجويف الانفي لقسمين يمين وشمال من العظام اللي بتشارك فيها هي البربنديكولر بلايت وايضا الفومر كمان لو نيجي نشوف عظمة الفومر 3D نقدر نلاقيها بطريقتين اما انه تفرج على الرأس من تحت يعني inferiorly زي هيك ومنلاقي الفومر موجود هون او الطريقة اللي حكينا عنها انه الفومر موصول مع البربنديكولر بلايت تبع الاثمويد بون فاذا لقين البربنديكولر بلايت بيكون تحته هو الفومر نشوف هون نشيل هاي اول اشي بنلاحظ انه هاي البربنديكولر بلايت موجود هون نتفرج تحته بالظبط نلاقي عنا عظمة اللي هي عظمة الفومر لو ناخذها لحالها هاي هي عظمة الفومر طبعا عظمة الفومر حكينا بتشكل لي الهارد نازل سيبتم اللي بيفصل لي الشق الايمن من التجويف الانفي عن الشق الايسر لو نيجي نشوف هاي الصورة بتوضح لي بعض العظام اللي اخذناها هتطلقوا اللي اخذناها لحد الان باللون الاخطر اما العظام اللي اخذناها في الفيديو الماضي تبع الكرينيال بونز هتطلقوا اياها باللون الاحمر بحيث انه نراجع الكرينيال بونز خلال جراستنا لل؛ من بين نازل بونز نشوف اول عظمة من نازل بونز معنا كانت النازل بونز حكينا هي هون بتكون لي العظمة الثاني معنا هي البالاتاين بونز ما ببين منها من الانتيرير يوفيو غير نقطة هاي الصغيرة هون بلون الازرق هاي هاي البالاتاين بونز اما اللايكريمل بونز هي هاي بلون البلد نهدي هون وهون والنزل كونكا موجودة هون اللون الزهري و الفومر هو هذا طيب هسا خلينا نسوي مراجعة للCranial Bones في أول شي عنا حكينا Frontal Bone فيها Frontal Squamer الجزء المسطح من Frontal Bone وفي عندي إلها Corona Suture اللي بيربطلي Frontal Bone مع Parital Bone اللي باللون الزهري وهي Parital Bone حكينا عنها باللون الزهري بالfrontal bone عنا Supra Orbital Notch هون وفي عنا هون Supra Orbital Forama وأيضا في Supra Orbital Margin حكينا هي حافة تجويف العيني نسميها Supra Orbital Margin وأيضا عننا Squamous Suture اللي بيربطلي بين Parital Bones والTemporal Bones وفي عنا الثمويد Bone هاي اللي موجودة باللون البرتقالي اللي حكينا بتحتوي على عدة شغلات مثل Horizontal Plate والPerpendicular Plate والSuperior والMiddle Nassal Conca هم ببين عن الPerpendicular Plate أو الثمويد بون وهي وهي الانفيريير أو المiddle Nassal Conca هاي باللون البرتقالي المباشرة أيش الانفيريير نازلكونك وداخل التجويف العيني في عم Lewis الانفيريير أوربيتال فشر هاي اللي موجود هون هذا هو الانفيريير أوربيتال فشر واللون الأخضر هي للسفينويد Bone وباللون النهدي هي التمبورال Bone وهذا الاسو بيرير أوربيتال فشر في انفيريير في سو بيرير وبيناتهم في عم Lewis الاوبتك فورامن أو الكنال هاي اللي بتمر منها العصب البصري ويكونوا عملنا مراجعة سريعة للكراني البونز اللي أخذناها بالفيديو الماضي وين عندي صورة مفسرة أكثر هذه اللي مقطع أمامي من الوجه لنشوف الأجزاء اللي أخذناها بهذا الفيديو عندنا أول شيء الانفيرير نازل كونكا هي هون بتشكل اللي حكينا الانفيرير نازل ميتس تشوف كيف واضحة هون الانفيرير نازل ميتس هي هاي هاي هي الانفيرير نازل ميتس في عمنا الفومر اللي هو هون وبينتد له وراء كما نشوف العظام اللي أخذناها بالفيديو الماضي عندنا أول شيء هاي هي الاثمويد بون الاثمويد بون تحتوى عدة أجزاء زي ما قلنا في عمنا الكريستا قالي اللي بيرتبط فيه الغشاء اللي بيفصل القسم اليمين من الدماغ على القسم اللي شمال يحبي عندنا السوبرير نازل كونكا اي هون وهي المدل نازل كونكا وهي هي الانفيرير لحظوا كيف انه السوبرير نازل ميتس موجودة داخل السوبرير نازل كونكا او نقدر نعتبرها تحتها يعني هون عندنا المدل نازل ميتس شوف كيف تحتها او داخلها هون عندنا الفرونتال ساينس هي الجيوب الموجودة في الفرونتال بون وصلنا للعظمة السادسة معانا هي المانكزيلا They articulate with every bone of the face except the mandible طبعا نحكو ذي لانه المانكزيلا عبارة عن عظمتين بيفصل بيناتهم سوتشر وهذا أول العظمتين بيرتبطوا بجميع العظمات الموجودة في الوجه ما عادة عظمة واحدة هي عظمة الماندبل وهي عظمة الحنك على الرغم أن عظمة الحنك هي أقرب عظمة للمكزيلا لكنها ما بترتبط فعليا فيها The heart palate is the bony roof of the mouth and is formed by the palatine processes of the maxillae and horizontal plates of the palatine bones The heart palate separates the nasal cavity from the oral cavity إذا بتذكروا لما شرحنا البلاتين بون كان هذا الجزء من ضمن البلاتين بون وسميناه الhorizontal plate وحكينا أنه هو جزء من الhard palate اللي هو سقف الحلق الجزء الثاني من الhard palate بيتشكل من المكزيلا وبنسميه الpalatine process of the maxilla اللي هو هذا إذن الhard palate مكوّم قسمين palatine process of maxilla والhorizontal plate of palatine bones وحكينا وظيفة هذا البلات أنه هو يفصلي الأورال كافتي عن النازل كافتي يفصلي التجويف الأنفي عن التجويف الفموي the union and diffusion of the maxillary bones is normally completed before birth هون بيحكي لي أنه عملية التحام التو بونز بهذا السوتشر بتتم قبل عملية الولادة أما بالنسبة للسيرفز فيترز في عنا المكزيلا ري ساينس المكزيلا ري ساينس هي أحد الجيوب الموجودة في الوجه وموقعها هون بيجي هون تيجي المكزيلا ري ساينس هس رح أشوه بعد شوي في أيضا عندي إشي اسمه the alveolar process the alveolar process هي النتوءات اللي بيركب فيها الأسنان ها هي the alveolar processes أما the infra orbital foramen infra يعني تحت orbital يعني عين يعني موجودة تحت العين هي هاي إذا تذكروا هاي كانت supra orbital foramen أما الانسيسف فورامن هي هاي ها هي الانسيسف فورامن ليس سامو ليها انسيسف فورامن لأن هذول السنين اسمهم القواطر انسيسرز فهاي جاي تحتهم فسامو ليها انسيسف فورامن فامس إش عندي هو الانفيرير اوربيتال فشر موقع الانفيرير اوربيتال فشر هو هون هون هم الانفيرير اوربيتال فشر located between the greater wing of the sphenoid and the posterior aspect of the maxilla ها هي عطمة السفينويد الموجودة هون فالانفيرير اوربيتال فشر موجودة بين the greater wing of the sphenoid bone والposterior aspect of the maxilla سادستيش عندي هو البلاتاين بروسس اللي حكينا عنه هذول هذول البلاتاين بروسس a horizontal projection of the maxilla that forms the anterior three quarters of the heart palate بكون لي ثلاث ارباع جزء الامامي من الheart palate الربع الخلفي من بكونه كونه الhorizontal plate تبع البلاتاين بون لو نشوف عظمة الماكزيلا 3D بنلاحظ انها في مقدمة الوجه هاي الماكزيلا الاولى وهاي الماكزيلا الثاني لو نيجي ناخذهم لحالهم نلاحظ عدة surface features موجودة عليهم اول اشي واضح عنا كثير هو الانفرا اوربيتل فورامن عنا هاي وعنا هاي وايضا واضح عنا الالفولار بروسسس هذول النتوءات هما بنسميهم الالفولار بروسسس اللي بتركب فيهم الاسناء عشان نقدر نشوف الانسسف فورامن لازم نتفرج عليهم انفيرياري زي هيك وبتكون موجودة الانسسف فورامن بهاي المنطقة هذول الثنتين هما البلاتاين بروسسس حكينا انهم بشكلوا ثلاثة اربع الهارد بالات اللي بيفصل للتجويف الأنفي عن التجويف الفموي الربع الآخر بتكون من البلاتاين بون اللي بتكون موجودة هون هستطل علينا بس انه نشوف الماكزيلاري ساينس ناخد عظمة واحدة من العظمتين عشان تكون الصورة اوضح عنا متفرج عليها من الجنب نلاحظ انه هون في عنا تجويف كبير هذا هو الماكزيلاري ساينس وصلنا للعظمة السابعة معانا هي الزايغوماتيك بون الزايغوماتيك بون بترتبط بالعديد من العظام الموجودة في الوجه وايضا بالكرينيال بون الموجودة في الاجه through الفموي التحصير ترتبط مع الفرونتال من هون من هذه المنطقة الترتبط مع الفرونتال وبترتبط أيضا مع المكزيلار من هون ومع الفموي من هون وايضا مع الattenبورال بونز من هون من هذه المنطقة الترتبط مع ال800 من اسمble للفموي ال التي تعني أنها يستمعوا التناس مثل إذا تذكروا لما درسنا temporal bone حكينا من surface features تابعونها كان zygomatic process واللي هو هذا كان يرتبط بالzygomatic bone لما نحكي عن zygomatic bone بيكونوا surface feature تابعها اسمه temporal process لأنه بيرتبط بال temporal bone وهذا هو temporal process مع بعض هذا وهذا بشكلولي ما يعرف ب zygomatic arch articulates with the zygomatic process of the temporal bone to form the zygomatic arch أما السيرفيس feature الثانية هي zygomatic facial foramen وش نباين من هون zygomatic facial foramen لما نشوفها ب 3D إن شاء الله بطبين لو نيجي نشوف zygomatic bone 3D باللاحظة موجودات هون عنا هون zygomatic الأولى وهون zygomatic الثاني لو نيجي نشوفهم لحالهم ناخد واحدة منهم في عنا شغلتين أساسيات حكينا عنهم بالzygomatic bone أول إشي كان اللي هو temporal process temporal process موجود هون ويرتبط مع هون مع عظمة temporal عشان يشكلولي zygomatic arch وإشي الثاني حكينا عنه اللي هو zygomatic foramen zygomatic foramen هايها موجودة بهاي المنطقة هاي هي zygomatic foramen وصلنا للعظمة الثامنة والأخيرة معنا هي المانديبل bone the largest strongest facial bone هي أكبر وأقوى عظمة في جميع عظمات الفيشل the only movable skull bone other than the auditory ossicles المانديبل bone هي العظمة الوحيدة في الجمجمة القادرة على التحرك لكن أيضا عننا ال auditory ossicles اللي حكينا هما من associated bones of the skull يعني لا تعتبر جزء أساسي من الاسقل واللي هما المطرقة والسندان والركاب أيضا بيتحرق حسنا نحكي عن surface features الموجودة بالبادل بالbone أول إشي عننا the body البادي هو هذا الجزء اللي موجود هون نسمي the body of the mandible ثاني جزء the ramy أو مفردها رامس هو هذا الجزء هذا ما نسميه الرامس هاي منطقة البادي والرامي مش أسماء قطع فعلية بس هي أسماء مناطق يعني عشان توصف لي المانديبل bone بعدين عندي الكوندايلر بروسس هذا هو الكوندايلر بروسس إلو وظيفة مهمة جدا articulates with the mandibular fossa and articular tubercle of the temporal bone to form the temporomandibular joint temporomandibular joint مشي يعني هذا الحكي الكوندايلر بروسسس هاي ترتبط لي مع المانديبلر فوسس والarticular tubercle اللي موجودات بالtemporal bone ويكون في بيناتهم joint اسمه temporomandibular هون موقع هذو temporomandibular يكون هون وظيفة هذا الجويند هو مضغط طعام بالشكل الأساسي وايضا القدرة على الكلام ورابع اشي عنا هو الانجل هاي هي الانجل كلنا بنقدر نحس الانجل اذا حطينا ايدنا بهاي المنطقة وظيفة هاي الانجل انها تربط لي الرامس مع البادي خامس اشي عندي هو الكورونويد بروسس هاذ هو الكورونويد بروسس ترتبط فيه اعضلات واوتار مهمة جدا عشان نقدر نحكي وناكل السادس اشي عندي المانديبلر نوتش هاي هي المانديبلر نوتش اللي موجودة هون السابع اشي عنه الالبيولر بروسس اذا بتذكروا اخذنا بالمكزلة ايضا كان عنا الالبيولر بروسس اللي هي النتوءات اللي بترتبط فيها الاسنان هون الالبيولر بروسسس ايضا عنا المنتل فورمين هاي هي المنتل فورمين المنتل يعني ذقن فهون موجودة المنتل فورمين واخرش عنا هو المانديبلر فورمين اللي موجودة هون هاي هي المانديبلر فورمين طبعا المانديبلر فورمين والمنتل فورمين بتمر فيها اعصاب بيستخدموها دكاترة الأسنان عشان يقدر يخدروا الأسنان الدكتور الأسنان بيضرب إبرد التخدير في العصب المار بالمنتل فورامين أو بالعصب المار في المانديبولار فورامين حسب نوع السن اللي بيتوا يخدروا طيب لو نيجي نشوف عظمة المانديبل 3D باللاحظة أنها موجودة هون هاي هي عظمة المانديبل لو نيجي نأخذها لحالها أول إشي بنلاحظة عنا هو المنتل فورامين هون منتل فورامين هون منتل فورامين أيضا في عنا هون واضحة الالفولار بروسيسيز هاي هي موجودة هون هاي كلها الالفولار بروسيسيز وهو الجزء اللي سميناها البادي هون البادي لو نيجي نشوفها من الجنب نواضح عنا رامس هاي الرامس هون هاي هي الزاوية الانجل اللي تربط البادي مع الرامس هون واضح عنا المانديبلر نوتش وهون عنا الكوندايلر بروسيسز هاي وهاي وهذا هو الكورونويد بروسيس هون في عنا واحد وهون في عنا واحد ضل علينا المانديبيولر فورامين نقدر نشوفها من هون هاي هي المانديبيولر فورامين وهيك نكون وصلنا نهاية فيديو اليوم ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم استفدتم منه وانتظرونا بفيديوهات الجاي شكرا